إذا تتذكروا بالدروس الماضي كنا نتحدث عن فونت سايز وحكينا عن الويتس والهايد وكلياتهم في دلون كنا نعطيهم قيام مثل ميت بيكسل وعشرين بيكسل طيب نحن لم نتحدث عن ما هي البيكسل بكل بساطة البيكسل هي عبارة عن يونت أو وحدة من وحدات السي اس اس نعبر فيها عن طول أو عرض شيء نعرضه وفي عنا كمان بالسي اس اس يونت صغير البيكسل وجدا مهمين وهلا لسه ما حكينا عنهم فشو رأيكم نتحدث عنهم مية اهلي مسهلين اليوم نعرف علي مجموعة من اليونت مثل م حوجينا وجدناها بالويتس كنا نفعل هذا 100 بيكسل مر выпуск البيكسل فerel ng screen او اي طول لشيء عنا فبكل بساطة لو نجي نجرب على الفونتس عنا سنقل له .fonts سنقل له مثلا الفونت سايز اذا بتتذكروا واتحكينا عنه الفونت سايز ونقل له مثلا عشرة بيكسل سنشوف انه قل الحجم لعشرة بيكسل فالبيكسل شغلة جدا سهلة وبسيطة خلينا احنا نروح لاليونتي اللي بقى هيك فيهم شغل وفيهم شغلات حلوة اللي اول واحدة حنبلش فيها هي ال-em بدل البيكسل فينا نحط احنا اي ام طيب شو هي هي ال-em؟ اليونتي اللي اسمها اي ام بكل بساطة هي خاصة بالفونت سايز طيب شو وظيفتها؟ وظيفتها انه لما انطبقها على عنصر تروح تاخد الفونت سايز تبعه وتضربه بالرقم اللي نحن هنعطيها يا يعني الرقم اللي نحن نحطه جنب ال-em هو هتضربه فيه طيب كيف هاد الحكي يعني اذا بنا نفهم الموضوع اكتر بكل بساطة احنا قلنا انه ال-dev اللي هو كلاس فونتس قلنا له انه الفونت سايز تبعك 10 بيكسل طيب معنات هذا الحكي انه البراغراف يعني بالمختصر انه قلنا له ال-dev كل شيء عناصر جواتك ساوي الفونت سايز تبعها 10 بيكسل فبكل بساطة البراغراف صار 10 بيكسل طيب لو ايجي انا على الفونتس قلنا له .fontsb تمام هلأ جيت لهن قلت له الفونت سايز تبعك فونت سايز فونت سايز عبارة عن 2-EM تمام شو اللي حيصير هلأ؟ فالي حيصير هون بكل بساطة انه نحن بما انه نستهدف ال-B فال-B هو عبارة عن 10 بيكسل هلأ تمام الفونت سايز تبع ال-B هو عبارة عن 10 بيكسل وحتى نحن هون 2-EM فبكل بساطة الموضوع انه لحنا تروح ال-EM تاخد الفونت سايز تبع ال-B هو عبارة عن 10 بيكسل وتضربه بالرقم اللي هو موجود جنبها اللي هو 2 فالمفروض يصير الناتج هو عبارة عن 20 بيكسل لانه 10 وضربه 22 فالمفروض يصير عندي انا الفونت سايز هو 20 بيكسل فلو نعمل سايز حلاي انا ال-Hello World عندي صارت في هذا الشكل تمام؟ لو ايجينا نحن بدنا نشوف لو حكينا صح ولا لا هنيجي على ال-Inspect Element كليك يمين هون ونجي نأشر على هذا ال-Hello World بكل بساطة بتضغط هون بعدين منضغط هون سيفتحنا ال-CSS حلاي انه محطوط الفونت سايز عبارة عن 2-EM طيب هلا نحن نحط الفونت سايز عبارة عن 20 بيكسل مشان ليش؟ مشان نشوف اذا حكينا صح ولا لا فحقول له فونت سايز سايز عبارة عن 20 بيكسل وفعلا انا ما اختلف عندي شيء اذا بشغل 20 بيكسل متل ما هو للسادو واذا بشغل 2-EM كمان بيضل متل ما هو ليش؟ لانه بكل بساطة Hello World هو عبارة عن 10 بيكسل وقلنا له الفونت سايز تبع ال-B 2-EM فصار 10 ضرب 22 بيكسل واذا بنا نعمل كمان تجربة تانية بما انه نحن قلنا الفونت سايز و الفونت سايز هو عبارة عن 10 بيكسل فمعناتا ال-paragraph هو 10 بيكسل وبعدين قلنا له انه ال-B هو عبارة عن فونت سايز 2-EM فهيجي انا غير ال-10 بيكسل لـ 20 بيكسل تمام؟ فصار ال-B هو عبارة عن 20 بيكسل و ال-2-EM معناتا شو المفروض ال-2-EM شو سيروح يعمل؟ سيروح يشوف قداش الفونت سايز الأصلي تبع ال-B هو 20 بيكسل ويضربو بـ 2 فالمفروض هلا يطلع عني احنا 40 بيكسل سنعمل save فحلاي انا عندي Hello World صار هيك شكلها حتى نتأكد انه حكينا صح نجي لهون منقل له الفونت سايز 40 بيكسل حلاي انه مختلف عندي شيء معناتا حكينا صح لو حكي غلط مفروض كامل سامي يصير هيك 45 بيكسل شايفين كيف كبرت فحكينا احنا 40 بيكسل فكلامنا لحد الهون صح و اكيد انا مدرس كامل شي صح فما في شي غلط فهي ال-EM بكل بساطة خيرا نروح ال-Unit اللي بعدها ال-Unit الثاني اللي حنحكي عنها وهي ال-REM كمان هي وظيفتها او اختصاصها بال-Font Size طيب ما تفرق اشي عن ال-EM بما انه متشابهين بال-EM ولكن فرق انه بدايتها هاي ال-REM و ال-R بتعني ال-R Root Element طيب شو معناتا حكي؟ طيب بال-EM نحنا كنا ناخد ال-Font Size طبع العنصر اللي عم نستهدفه ناخده و نضربه بالرقم اللي نحطه هون إن كان ثلاث إن كان اثنين شأيا يكون ولكن بال-REM لا ال-REM نروح منشوف ال-R Root Element شو هو ال-Font Size طبعا وطبع مين ال-R Root Element عنا هون؟ هو ال-HTML هو ال-R Root Element نروح مناخد ال-Font Size من ال-R Root Element اللي هو ال-HTML و نضربه بالرقم اللي نحطه نحنا هون فإذا نجرب هذا الحكيب بكل بساطة سأأتي لهون ال-R تمام؟ و قبل لنا نعمل Save دعنا نتذكرين انه العنصر اللي نحنا ما نذكر له ال-Font Size طبعا فال-Font Size طبعا يكون بكل بساطة 16 بيكسل فنعمل Save حلايا انا اختلف عندي ال-B-SAR فونت-SIZ بهذا الشكل و اذا نرى هون 2-R-E-M طيب بما انه ال-HTML نحنا عنا ما اننا محددينه شو ال-Font Size فال-Font Size طبعا مثل ما حكينا 16 بيكسل فهون اجا اخذ ال-16 بيكسل من ال-HTML و ضربه ب-2 16 ضرب 2 يساوي 32 32 شو؟ 32 بيكسل فالمفروض هذا لهون هو عبارة عن 32 بيكسل لو اجينا لهون حددنا و قلنا له فونت-SIZ خلق لو اختلف معنا ما يتفي غلط مفروض يكون 32 بيكسل و نقل له 30-32 بيكسل و نقلل انتر و لا يختلف معنا ما لماذا؟ لانه فعلا هو عبارة عن 32 بيكسل لماذا؟ لانه ال-Root Element ما نحديد له شيء نحنا هو عبارة عن 16 بيكسل اذا ما لك محدد له وهون قل له 2 فهو 16 ضرب 2 هذا هو بكل بساطة 16 ضرب 2 32 بيكسل طيب لو اجينا نحنا و غيرنا من ال-HTML غيرنا له الفونت-SIZ لو اجينا لهون فونت-SIZ عبارة مثلا عن 10 بيكسل تمام؟ عن 10 بيكسل فالمفروض الآن ما يحدث؟ يتخذ ال-2 يضي نضرب بال-10 و يصير عنا الفونت-SIZ هذا عبارة عن 20 بيكسل سنقوم بساطة سنقوم بساطة سنجي لهون لازم يطلع معنا نحنا الآن الفونت-SIZ عبارة عن 40 أو عفوا عن 20 فونت-SIZ 20 بيكسل فعلا تشوفوا 20 بيكسل ما يختلف عنها نوقف نقوم بعمل 2-REM ونقوم بعمل 20 بيكسل فهو نفس الشيء فهي ال-REM بكل بساطة تأخذ الفونت-SIZ من ال-root element وهو ال-HTML وتضربه بالرقم الذي يضعه جنبها فهلأ فينا ننتقل ال-Unit ال-Unit الثالثة نتحدث عنها هي النسبة المئوية طبعا النسبة المئوية هي مو بس لل-Fونت-SIZ لا هي عامة width height font-size badding margin نتحدث عنهم شغلات كثيرة نستعمل فيها النسبة المئوية لكن النسبة المئوية فيها شغلة جدا مهمة أنه عندما نستخدمها لعنصر فهي ستكون مرتبطة بال-up هذا العنصر ماذا نعطي هذا الحكي؟ دعنا نأتي إلى هنا نعمل div ونعمل class حتى أوضح لكم الفكرة نقول هذا class text ونأتي إلى هنا ونفترض أي عنصر أو أي نصع شوائي ونعمل save ونأتي إلى هنا لا يوجد أي اختلاف عبارة عن نص طيب عندما يأتي إلى هذا text .text ونقل له أنه background color هو مثلا green هو المفترض فحلاي أنه عبارة أنه ال-dev عندي صار background أخضر طيب لو قلت له أنه width عبارة عن 50% طيب قبل أن أعمل save ما معنات هذا الحقيقة؟ بكل بساطة أنا أقول له لهذا .text أنه width سيكون 50% من width بما أن استخدمنا width وقلنا له 50% فنحنا نتحدث عن width من width بكل بساطة هو body إذا كان 100% ف width سيكون 50% يعني بكل بساطة عندما width سيكون 50% 50% هو النصف فلو عملنا save سأأجيك فأشوفوا ال-body من هنا وهو أخذ النصف تماماً فحلاوة النسبة المئوية بما أنه مرتبطة بالأب دائماً إذا نستخدمها على عنصر مرتبطة بالأب فلما يختلف القيمة تبع الأب ستختلف قيمة الأبن معه فوراً فهون على المثال فلما يختلف width تبع الأب الذي هو ال-body الذي هو ابن فهذا دائما فلو نقلل فكلما يختلف العرض ال-body كلما يختلف هو العرض ال-dev بما أنه ال-body هو الأب وال-dev هو الأب فهذه حلاوة النسبة المئوية أول ما يتغير شيء بالأب فوراً يتغير على الأب طبعاً هذا الحكي لا ينطبع بس على width بما أنه نجربنا على width لا ينطبع على أي خاصية تأخذ قيمة وجنبها القيمة دائما يكون في unit مثل بكسل أو غيرها ومن ضمنهم النسبة المئوية وهذا نذهب إلى unit الأخيرة المعنى لهذا الدرس وهي VW VW unit شغلة جداً بسيطة وسهلة طبعاً هي مثل النسبة المئوية عامة ليس فقط تمشي على كل خصائص طبعاً اعتمادها الرئيسي هو على العرض تبع view تبع صفحة الويب يعني الشيء اللي انت شايفه قدامك من صفحة الويب هو اسمه viewport فاعتمادها التام هو على العرض تبع هاي الصفحة طيب كيف تشغليه؟ طب أول شيء متمو شايفين أنتو أنه لما ناخد صفحة يسار ويمين في عنا فوق بالزاوية الويتس تبع هاي الصفحة يزيد 419 420 فاعتمادتها جداً بسيطة وسهلة انو بتقلك هي بتاخد واحد بالمية من الويتس تبع هاي viewport فمثلاً نحن وحطيناها على 500 خلينا نثبتها على 500 يا رب تثبت اوكي هي 500 حالياً الصفحة نحن عنا هي الويتس تبعها 500 طيب كيف حتشتغل vieww بكل بساطة نحن نجي على نحن نعمل كومنت لهدلون ونحن نعمل هي 1 vw 1 طبعاً نحن عملنا كومنت لهدلون انه خلص مع تقلنا شغل معهم لانه شغلنا صار كلياته مع الويتس تبع صفحة الويب تبعنا هذا الويتس اللي شايفينه من ال viewport هذا هو شغلنا معه فنحن نعطينا على 500 بيكسل صح؟ لما قلنا لهن نحن واحد vieww فاللي هيصير انه هياخد واحد بالمية من الويتس تبع صفحة الويب طب نحن نعطينا خمسمية تمام؟ نحن نعطينا على خمسمية والواحد بالمية من الخمسمية هي خمسة كيف ممكن نطلع هذا الشي بكل بساطة نروح على الكالكوليتر نقل له الخمسمية تمام؟ ضرب واحد هي خمسمية وتقسيم مية فبيطلع معنا نحن النسبة المئوية فبياخد واحد بالمية من الخمسمية فمعناها هو عبارة عن خمسة فالمفروض هلا يصير عنا انه الفونت سايز عبارة عن خمسة بيكسل فقط خيار خمسة بيكسل فقط لو رحنا على هون نحن ما عملنا سايز دعنا نعمل سايز هلاقي صغر الخط كتير لدرجة مطبيعية صغر نحن مالنا شايفينه بالزور شايفينه بس اذا منجله هون ومنقله فونت سايز خمسة بيكسل فما سيختلف فيه اي شيء لماذا؟ لانه بكل بساطة نحن هون الصفحة لدينا خمسمية بيكسل وقلنا له واحد فمعناها شو واحد بالمية من الخمسمية والتي هي خمسة فمعناها خمسة بيكسل طيب لو قلت له انا شو قلت له عشرة بالمية سنعمل سايف هلاقي شوفوا قدي صار الخط اختلف صار كبير لماذا؟ لانه بكل بساطة نحن الويتس تبعنا قديش خمسمية تمام؟ وقلنا له الفيو الفيو دابليو هو قديش عشرة فبكل بساطة عم نقول له ضرب عشرة يعني مشان نطلع العشرة بالمية وتقسيم مية فالفونت سايز وصار عبارة عن خمسين بيكسل واذا نروح نجرب هذا الكلام نجي لهون نقول له فونت سايز خمسين بيكسل ما سيختلف عندي شيء لماذا؟ لانه فعلا هو عبارة عن خمسين بيكسل فبكل بساطة الرقم الذي نضعه جنب الويتابليو هو النسبة المئوية من الويتس تبع صفحة الويب هذا هو الموضوع بكل بساطة والشيء المهم جدا انه اول ما سيختلف الويتس او العرض تبع صفحة الويب سيختلف معه الفونت سايز فورا لانه نرابطينه فورا فيه لانه هو في دابليو فارتبط فورا بالويتس تبع الصفحة طبعا لحتى يشتغل معنا تأكدوا انه انتم شغلين الفي دابليو وشغلين هاي البكسل فخلينا نصغر الشاشة شايفين كيف هم يصغر معه؟ ويكبر مع كبر الصفحة طبعا هذا الحكي نستخدمه جدا وين لما نشتغل على الريسبونسيف اللي هو موضوع انه تكون صفحة الويب لو نفتحت من الجوال او من الهاتف او تابلت او شاشات مختلفة نكون دائما محافظين نحن على المقاسات الصحيحة وينيك هنستخدم الويب وده بديو كتير فهدون هنا نأهم الويونت ان شاء الله يكون الدرس زريف و لطيف و خفيف ونشوفكم الدروس الجاي سلام